السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اللهم كمينين النهاردة هنتكلم عن انقلاب 15-7-2016 نفس الشهر اللي حصل فيه الانقلاب في مصر 3-7-2013 لكن الانقلاب تركيا كان انقلاب مختلف بصورة مختلفة وشكل مختلف التشابه بينهم كان واضح جداً دبابات خرجت الشارع هناك بدعوة تأمين هنا بدعوة حماية الدولة هناك خرجت الشعب علشان يؤيد ويدعم ويقف كما يقول الجيش انه خرج لحماية الشعب لكن هنا كانت المفارقة في اسطنبول في تركيا الانقلاب عندما حاول الجيش انه يعمل انقلاب وطلع بدباباته وطياراته وبدأ يضرب النار خرج الشعب التركي لانه خاض مرارة سابقة اكثر من مرة الانقلابات العسكرية ادت الى تراجع البلاد اكثر من مرة واثنين وثلاثة كانت الصورة واضحة قدامهم لما نسمح بانقلاب عسكري يحصل في بلدنا هنتراجع مية خط وورا هنتراجع تلاتين سنة وورا زي ما قال السيسي في احدى خطاباته قال لو العسكر هو اللي رجع وانقلب على ارادة الشعب وعلى صندوق الشعب وعلى ارادة الشعب المصري في مصر هنرجع تلاتين ربعين سنة وصدق السيسي الحقيقي صدق لما قال انه الانقلاب هيؤدي الى ذلك وادى بالفعل الى انه مصر النهاردة تراجعت وتتراجع كل يوم عن الاول ديونها ومشاكلها واقتصادها كل يوم من سيء الى اسوء لكن هنا في تركيا كانت المعادلة مختلفة بالفعل كان هناك انقلابا عسكريا حاول ان يمنع التقدم والاستمرار والاستقرار في البلد علشان البلد كانت رايحة في اتجاه انها تستقر انها صاحبة القرار الاول والاخير لا تتبع لاحد لا تنتظر تعليمات من احد زي اللي بيحصل عندنا في مصر النهاردة منتظرين تعليمات من الصهينة منتظرين تعليمات من الامريكان منتظرين تعليمات من الروس وكأن البلد بقت بتنتظر التعليمات تعليمات من السعودية علشان شوال الروس وتعليمات من الامارات وغيرها لكن علشان هناك حكمة للشعب ويفهم جيدا انه عندما تحكم الالة العسكرية لن يكون هناك رأي للشعب لن يكون هناك مستقبل افضل للبلاد وبالتالي كانت هناك محاولة للقوات المسلحة والجيش التركي الانقلاب على ارادة الشعب في تركيا في 15 تموز 15 سبعة 2016 لكن المشهد كان مختلفا تماما تماما عن ما حدث في مصر الشعب عاش مرارة الانقلابات عاش مرارة الخراب الاقتصادي عاش مرارة انهيار البنية التحتية عاش مرارة الصحة والتعليم المتردية على فترات انقلابات عاشت فيها تركيا وفي المقابل لما بدأت البلد تاخد منحنى مختلف تماما ومسار مختلف تماما مسار تطور في الاقتصاد تطور في التعليم تطور في الصحة تطور في البنية التحتية تطور في كل شيء فطن الشعب وعرف الشعب جيدا ان هذا الانقلاب لن يأتي على خير ولن يأتي بخير جاء فقط ليمنع ارادة الشعب ليمنع الشعب ان يقول كلمته ويختار من يريده ويختار مستقبله بيده هو كان يرغب في ان يختار مصالح غير مصالح الشعب هتقول ازاي هقولك اهو تجربتنا في مصر النهاردة شايفنا بعنينا كنا عاوزين مستقبل افضل النهاردة ديوننا متنيلة عاوزين صحة افضل وضعنا متنيل بستين نيلة كل يوم كان المشهد من سيء الى اسوأ وبعد انقلاب خمستاشر تموز في 2016 الوضع الاقتصادي افضل حضرتكم خلينا اقول لحضرتكم مثال بسيط وواقعي على حياتنا اللي احنا عايشينها النهاردة مثال ابسط مما تتصور المثال اللي بنقوله النهاردة في انقلاب في مصر انقلاب عسكري قاده عبدالفتاح السيسي وقادته الالاء العسكرية احوالنا في مواجهة فيروس زي كورونا احوالنا اسوأ مما نتصور والارقام اللي بتصدر بها الدولة ارقام كاذبة لا علاقة لها بالواقع تعال النهاردة تكلم على دولة واجهة الانقلاب ومنعت الانقلاب النهاردة العالم كله بيحتفي بالقدرة على مواجهة هذا المرض واصدار تقارير رسمية وتقارير دقيقة عن ما يحدث في البلاد من فيروس وعن مواجهة للفيروس وعن قدرة المستشفيات واستيعابها للحالات الطارئة وتعاملها مع هذا الفيروس دي تجربة تجربة بسيطة بين اللي ابن يحكم بآل عسكرية ورضي بانقلاب عسكري وبين شعب رفض او رفض الانقلاب العسكري وقدر انه هو يعود ويمتلق قراره وقرارته النهاردة احنا مصانعنا الحربية في مصر حضراتكم شايفين بعينيكم كل حاجة اطباء حلل جنبري خضار خيار طماطم جبنة سمك ولا ده مش شغلنا عندنا قائد قوات الجنبري قائد قوات الخيار قائد قوات الطماطم هو ده المنهج العسكري هو ده نتاج انقلاب مصر هو ده نتاج اللي شفناه من انقلاب مصر ما شفناش الجيش المصري استطاع ان يصنع طائرة استطاع ان يصنع سلاحا طاروخا دبابة جيشنا وبتاعنا لكن ما ينفعش يتوجه ويروح في هذا الاتجاه يشتغل في الطماطم والخيار وغيره لانه شغلته مش دي شغلته يحمي حدود البلد يحمي امنها القومي يحمي البلد من برة مالوش دعوه باللي بيحصل جوا وده اللي حصل في تركيا بالزبط احنا النهاردة عندنا وضع تاني مختلف تماما الوضع في تركيا مختلف تماما النهاردة تماما عندنا صناعة للطيارات عندنا طائرات بدون طيار عند الاتراك هنا عندهم دبابات عندهم صواريخ عندهم اسلحة عندهم امكانيات عندهم اقمار صناعية بيطلقوها عسكرية ومدنية شايفين كل حاجة عند الاتراك بتحصل كل يوم لانه الارادة الشعبية ارادت ان يحكمها مدني ولا يحكمها عسكري ويقوم حضرتكم شايفين شايف المشهد قدامك بعينك لكن محتاجين نفكركم عشان نقولكم الموضوع بسيط الموضوع سهل مواجهة محاولة الانقلاب اللي حصلت في تركيا كانت بسيطة وكان مفتاحها واحد مفتاح واحد بس مش مفاتح كتيرة العالم كله قالك هرب وراح وجه وتعالى واحنا ونتابع بترقب وحضرتكم فاكرين كويس المشهد اللي حصل في تركيا بالزبط واضح تماما حاجة واحدة بس غيرت المسار بالكامل رغم الدعم الواضح لهذا الانقلاب من دول كثيرة في المنطقة دول عربية ودول غربية وامريكان وكله كان مشارك بطريقة او باخرى لكن كانت الارادة الشعبية هي صاحبة المفتاح الاول والاخير وهو ده اللي تلعب عليه الصح وهو ده اللي ادى الى فشل محاولة الانقلاب في تركيا في عام 2016-15 سبعة او كما يقولها الاتراك 15 تموز او ام بيش تموز ده واضح قدامنا عيد النهاردة اسمه اليوم عيد الديمقراطية الاتراك بيقولوا النهاردة 15 او ام بيش تموز هو عيد عيد الديمقراطية كلام واضح تماما لا غبار عليه لانه عيد اختار الشعب ان يقف امام الدبابة ويقول له ارجع احمي حدودنا في سوريا احمي حدودنا في العراق احمي حدودنا في كل حدود البلد ملكش دعوا بالشأن الداخلي ده يديروا مدنيين مختصين فاهمين الشعب مش عاوز دولة يمشيهم ويجيب غيرهم ملكش دعوا انت انت اركن عالجنب لكن اللي حصل في مصر مشهد مختلف طيب علشان نفكر حضراتكو بالتسلسل الزمني اللي حصل نحتاجين نفهم ازاي ونكرر للسنة الرابعة نكرر للسنة الرابعة ازاي استطاع الشعب التركي ان يقف امام الالة العسكرية يقف امام الدبابة يقف امام قزائف الدبابة على كبرى البسفور يقف امام الاف ستاشر يقف امام المروحيات يقف امام كل ما استخدم بحجم ما استخدمته القوات او الجيش المصري في مواجهة الشعب اضعافه لكن الشعب استطاع ان يقف بكل قوة امام الانقلاب العسكري ويفشله خلينا نشوف مع بعض بعض من هذه الصور واللقطات الاولى اللي اتضعنا امام المشهد انقلاب خمستاشر تموز الفاشل في خمستاشر ساعة تسلسل زمني بسيط الساعة عشرة سمع عدوي اطلاق نار داخل مقر رئاسة الاركان الحربية من ميدان كيزالاي وسط انقرة وسيطرت مجموعة من الجنود فيما بعد على مقر الاركان ومبنى مؤسسة الازعاء والتلفزيون تزامنا مع اغلاق مجموعة اخرى من الجنود لجسر البسفور والسلطان محمد الفاتح وهما الممران البريان الانسيوية والاوروبية وخليني قبل ما انتقل للجزئية دي وعاوز اقول حضراتكم على حاجة انا كنت من الناس اللي على بعد ما اقرب من مائتين الى مائتين وخمسين متر من كبري البسفور حضراتكم التسلسل الزمني ده بعد ما ورد لوسائل الاعلام ان هناك انقلاب وانه في ست دبابات وانا فاكر يعني انا كنت حضر المشهد ده جيدا وكنت شايف كل حاجة بتحصل بعيني وكنت على احدى الجروبات على الموبايل بتابع اللي بيحصل بيقولوا انه فيه ست دبابات ساعة تمانية ونص مساء قبل الساعة عشر وقبل ما ينكشف الغطاء وقبل ما تتبين ان هناك قوات سيطرت على الاذاع والتلفزيون وقيادة الاركان ومجموعة من المناطق العسكرية في اسطنبول وانقرة وغيرها كان ساعة تمانية انا كنت على كبري البسفور على بعض حوالي 200-300 متر منه وكنت شايف حركة المواصلات حركة السيارات توقفت في اتجاه الكبري للناحية الاسيوية والطرف الاخر من الطريق ما فيش فيه اي سيارات وكانت في لحظاتها الاولى انا لا استطيع ان انسى هذه اللحظات يقال انه فيه عبوة ناسفة على احدى الكباري ونزلت قوات حرس الحدود اللي ما يقال عنها الجندرمة القوات دي نزلت علشان تفكك القنبلة وما كانش حد فاهم ليه كل الكباري قطعت وكان هناك ادعاء بانه في ايه في قنبلة والموضوع سيمر باستمرار انا بحكي لحضراتكم كل اللحظات واللحظات اللي همر عليها بنفسي هقول لحضراتكم ما رأيته بعيني وانقروا لحضراتكم وتشوفوا اللي حصل بالزبط انقراب 15 تموز النقطة التانية الساعة 11 ونص اتصال رئيس الوزراء بن علي يلدرم باحدى القناة التلفزيونية المحلية معلنا ان ما يجري هو محاولة انقلاب على يد مجموعة داخل الجيش اتنين اللي بعده على طول النقطة اللي بعدها يا شباب الساعة برضو في نفس اللحظة تم الاعلان عن اصل رئيس الاركان خلوصي اكار على يد مجموعة من الجنود المشاركين في محاولة الانقلاب برضو الساعة 11 ونص بالليل طبعا لماذا لا يعلم انه كان موعد الانقلاب في الاساس الساعة ثلاثة منتصف الليل من نفس الليلة 15 تموز لكن احدى اجهزة الاستخبارات التركية والمعروف باسم هاكان فدان وردت اليه معلومات ان هناك تحركات واتصالات لمحاولة عمل عسكري غير مفهوم ساعة ثلاثة العصر وبدعت عمليات التحقق والفحص ورصد المكالمات ومتابعة الامر وده دفع الانقلابيين الى اتخاذ قرار بتعديل موعد محاولة الانقلاب من الساعة ثلاثة منتصف الليل للساعة تمانية مساء هذا التعديل كان جزءا ايضا من فشل هذه المحاولة لانه كانت الناس خلاص بتروح بيوتها وبتروح قراها والشوارع بتفضى فثلاثة منتصف الليل اسطنبول وانقرة وكل المناطق والمدن الكبرى كل اهليها عادوا الى القرى لانه هذه عادة الاتراك يوم السبت والحد اجازتهم انه بعد هذا اليوم بيروحوا مناطقهم وقراهم اللي هي خارج مدينة اسطنبول او انقرة او جيرو يروحوا يقضوا في بيوتهم يقضوا الايام بعيدا عن الزحبة فهو لو كان قد خرج الساعة ثلاثة منتصف الليل كان المشهد ممكن يكون خطير ويصعب السيطرة عليه لكن مع ارادة الشعب كان ممكن يكون النتيجة مختلفة تماما لكن حصل التعديل وبدأت التحركات وكانت الشوارع مقتصة بالسيارات نظرا لتحركها ومغادرتها اسطنبول اتجاها في الجانب الاسيوي او الاوروبي في محاولة منها للخروج من البلاد للخروج من المدن للوصول الى قراهم لكن كان المشهد واضح بدأت تظهر الدبابات بدأت الطرق تقفل بدأت الدبابات تظهر في الشوارع بدأت الامور تتغير طلع بن علي يلدريم يتكلم في اول اختصال تليفوني من الحكومة بشكل واضح بيقول ان هناك محاولة انقلاب لجزء من الجيش بدأ بعدها تظهر مجموعة من المعلومات السيطرة على مناطق عسكرية مشاركة عدد من القوات بدأ الموضوع يظهر لكن الشعب في هذه اللحظة ما زال يترقب الشعب بيتابع ويشوف ايه الحكاية ما فيش حاجة ظهرة حتى هذه اللحظة وبعدها بدأت تظهر انه الرئيس في المنتجع اللي بيصيف فيه في هذه اللحظات كان في منطقة اسمها مرمريس وانه الرئيس يقال ان هناك اطلاق نار وانه محاولة للاشارة الى انه ممكن يكون تم اختطافه او اعتقاله او قتله فما فيش معلومة وفي حالة من الصمت